أكد وزير البترول طارق الملة أهمية منتدى الدول المصدرة للغاز في تعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول ممثلا لمصر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي يعقد بالجزائر قبل القمة السابعة للرؤساء الدول وحكومات المنتدى المقرر إنعقادها غدا ويلطقي الملة خلال كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في الاجتماع الذي افتتحه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب وزراء ورؤساء وفود 12 دولة عضوا أساسيا بالمنتدى بالإضافة إلى سبع دول بصفة عضو مراقب أعلنت الحكومة زيادة سعر توريد طن بنجر السكر يتروح من 1350 إلى 1900 جنيه يأتي ذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارع البنجر خلال الموسم الجاري بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد بعد زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري من بنجر السكر في مختلف المحافظات تم الإعلان عن بدء موسم توريد البنجر لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكميات توريد مستهتفة تبلغ مليون وسبعمائة ألف طن وفرنا البزور وحفظناها بطريقة معينة وجينا في معاد الزراعة وإدناها للمزارعين والدعم الفني عن قبل إدارة الزراعة للمصنع مع المزارعين تم الزراعة مبكرا وبالتالي نضج معنا البنجر مبكرا وبالتالي تم التوريد مبكرا بدأنا النهاردة بمصنع الفيوم للسكر واتطمنا من رئيس مجلس الإدارة على انتظام عملية التوريد واستفاف السيارات وبدء توريد البنجر وعمليات التكرير اللي بتتم وأيضا الإنتاج التموين أعلنت زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه ليتراوح من 1350 إلى 1900 جنيه ذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد وفي الفيوم قامت شركة السكر التابعة للحكومة بالتعاقد مع 45 ألف مزارع لتوريد 58 ألف فدان من خمس مناطق هي الفيوم، بني سويف، شمال المينيا، السيوت وجنوب الجيزة ليتم منها إنتاج نحو مليون ونصف المليون طن بنجر تنتج مائتي ألف طن من السكر الأبيض حتى الآن كان مستهدف 10 معارض لأن حتى الآن فتحنا 30 معارض وشادر على المستوى المحافظة 14 معارض و16 شادر جميع السلع الحمد لله متوفرة بطم المواطنين نسبة تقفيد تصل لأكتر من 30% وأوضحت الشركة أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 120 ألف طن إلى 200 ألف طن سنويا من السكر الأبيض حيث تم التعاقد خلال الموسم الماضي على استيراد 75 ألف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية ذلك من حصيلة الشركة من تصدير الملاس وعلى في البنجر إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا ارتفعت أسعار النفط متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق قرار أبيك بلس بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني وتقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 1.5% لتسجل 83.14 سنة للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.71% لتسجل 79.6 سنة للبرميل فيما ارتفعت أسعار المزوط عالميا بنسبة 1.38% لتصل إلى دولارين و69 سنة للتر وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.67% لتسجل دولارا واحدا و83 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات مدعومة بصعود الأسهم العالمية بعد بيانات أمريكية إيجابية عن التضخم بينما يأمل المستثمرون في أن يتخذ التضخم بمنطقة اليورو اتجاها نزوليا مماثلا ويبحثون عن دلائل جديدة على تيسير السياسة النقدية وارتفاع المؤشر ستاكس الأوروبي بنسبة 4 من 10% لكنه يتجه صوب أول انخفاض إسبوعي في أكثر من 6 أسابيع وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بصعودها بنسبة 1 و1 من 10% صعد مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وأغلق مرتفعا 2% حيث اقتفت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا أثر إغلاق قياسي مرتفع بين نظيراتها الأمريكية بعد تصريحات من مسؤول البنك المركزي الأمريكي قدمت معشرات حول مصاري أسعار الفائدة وسجل المؤشر نيكاي مستوى إغلاق قياسيا جديدا مرتفعا عند 39910 نقاط مقتربا من الوصول إلى 40 ألف نقطة للمرة الأولى وأغلق المؤشر طوبيكس الأوسع نتاقا على ارتفاع بنسبة 1 و26 من 100% كما قفزت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع المؤشر 17% هذا العام اشتركوا في القناة